وإلى متابعة أزمة البوتاجاز حيث تعهدت وزارتها البترول والتموين في اجتماعهم أمس الخميس بيحل أزمة نبيب البوتاجاز خلال 48 ساعة مؤكدين أن التقص السيء أثر سلبيا على جميع دول شرق البحر المتوسط المصدرة للغاز لمصر وعرض المهندس شريف اسماعيل وزير البترول خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس أسباب المشكلة موضحا أنه تم الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي لشركة البوتاجاز لمواجهة الأزمة ومن جانبه قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول ليتم توزيع نبيب البوتاجاز بالكروت الذكية